السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اي منتكر. في هيا الفيديو هنتعرب على كيفية فتح حساب او نربط بالحساب الشخصي الخاص بنا على او على تمام. اول خطوة انا بحتاج منك انه انت لازم تقوم بتزبيت الاضافة او الخاصة بجوجل كرون يسمى براوزك. اسأل الاساس انه انا بثبت هي الاضافة تعمل في المصفح. عشان انا اغير او ال اي بي ادرس بتاعي. انا بحتاج تغيير ال اي بي ادرس في المرحلة اولى للتسجيل. بعد الموافقة والقبول النهاي للحساب. ممكن عادي انا استعمل المصفحة العادي من غير في بي ان. انا حاليا فاتح حساب لو ثلاث سنوات شغال بيو. لما ان شاءت في البداية استعملت الفي بي ان اول ثلاثة ايام بعد الثلاثة ايام. بعدها بجيت بستعمل المصفح العادي من غير في بي ان. طيب عشان انا افتح حساب لازم يكون عندك حساب على وايز. وايز هو يعتبر واحد من البنوك الالكترونية المن خلاله ممكن انت تقبل المدفوعات من اي شركة حول العالم. هتجد الرابط بتاع الفيديو من خلاله تتعرف على كيفية فتح الحساب وايز في وصف الفيديو او تجده في علامة الاي. على اليمين او على اليسار على حسب اللغة اللي انت فاتح بها اليوتيوب. هنبدأ اول خطوة انه عشان نفتح الحساب بتاع استرايب انه لازم افتح الفي بي ان. واحدد المكان يونايتد كيندم. اللوكيشن يونايتد كيندم. طبعا كده حددت المكان يونايتد كيندم اعمل للصفحة. لاحظ معي. اتغير الرابط من استرايب دوت كوم الى استرايب دوت كوم سلاش اي ان جي بي. دبي ليه انه حاليا انا فاتح الفي بي ان وشغال عليه بكل نجاح. هتغط على لتسجيل حساب جديد او تسجيل الدخول. طبعا لانشاء حساب جديد بضغط على بحتاج انه انا ادخل البريد الالكتروني والاسم بالكامل. واحدد الدولة وادخل كلمة المرور. انا هادخل البريد الالكتروني اول خطوة. بدخل البريد الالكتروني. بدخل الاسم بالكامل. تمام باختار الدولة يونايتد كيندم وبدخل كلمة المرور. تمام بعمل كريت اكاونت. بضغط على كريت اكاونت. تمام لاحز معي انه اول الخطوة لازم انا عمي التأكيد للبريد الالكتروني. حتصل رسالة في البريد الالكتروني الخاص بك. تمام خاصة بسترايب. بيجي بنسخ الرابط ده. تمام بفتحه في المصفح اللي انا فاتح فوقه. انا حاليا فاتح في المصفح كورون. بيجي بلصغ الرابط بعمل بست. بعد عملية تأكيد البريد الالكتروني احيانا ممكن تفتح لك النافذة دي او تفتح لك بالشكل ده. تمام اي واحدة منها هي نفس الفكرة. ازا كنت في النافذة دي هتضغط على الزر اكتيفات ازا كنت موجود هنا هتضغط على اكتيفات في هي الخطوات دي اهم نقطة دي تحدد انه المصير بتاع حسابك هل حيتقبل ولا حيترفض. تمام اول حاجة هنحدد الدولة بالنسبة للنوع الحساب هنعمل حساب شخصي. فهي الفيديو انا هشرح نوع الحسابات الشخصية. تمام لو لاحظتم اغلبية الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب. هي بتشرح كيف انك تنشيح حساب بتاع من خلال انشاء شركة في بريطانيا او في الولايات المتحدة الامريكية. انا هنا هشرح كيف انك تنشيح حساب شخصي. من غير انشاء شركة في بريطانيا او في الولايات المتحدة الامريكية. هتضغط على هنا مفترض انا ادخل الاسم اللول. ادخل الاسم اللول الخاص بي. الاسم الاخير. طبعنا البريد الالكتروني مفترض هنا ادخل تاريخ الميالات. هدخل للشهر اول. كده انا ادخلت البيانات الاساسية. يعني الاسم والبريء الالكتروني وتاريخ الميلات. طوام هنا مفترض انا ادخل شنو? العنوان بتاع السكن. لو متذكرين او انت تابعت الفيديو بتاع انشاء الحساب بتاع بتاع وايز. طوام ان احنا قمنا بادخال بيانات خاصة بعنوان السكن. هرجع للحساب بتاع وايز. طوام حي اضغط عليه وبعد الدخول عليه وحي اضغط على النافذة بتاعت المعلومات. مفترض انت تنسخ المعلومات بتاع التسكن الموجودة هنا. وتلصغة هنا في المكان بتاع السكن. طوام عشان انا اعرض البيانات مفترض تضغط على عايزة لك من كلمة المرور مفترض تدخيلة وحتصريك البيانات عشان تغم بنسخة. بالنسبة لرغم الهاتف قم بشراء رغم هاتف اونلاين بتكلفة اتنين دولار او واحد دولار في آآ شهر. تمام? انت ممكن تشتري الرغم وتأكد به والحساب بتاعك. هتجد رابط في وصف الفيديو لوحدة من الشركات البنصحة انك تشتري منا رغم الهاتف البريطاني. هدخل رغم الهاتف وبضغط على في هاي الصفحة انا بحتاج انه انا املأ النشاط بتاع الموقع بتاعي او المتجر اللي انا قمت بان شاوه. لازم يكون عندك متجر الكتروني انت قمت بان شاوه. في واحدة من الفيديوهات هتجد الخطوات كيف انك تنشئ متجر بتاع ضروب على الشوبيفاي. انا قمت بوضع الرابط بتاعه. هنا هتختار النوع بتاع المتجر الخاص بك. وتدخل الرابط بتاع المتجر. بالنسبة للوصف المنتج انا بضع الوصف الخاص بتاع المنتج بتاعي. وبضع شنو انه بوضح انه عملية الدفع خلال صفحة الدفع مباشرة. انه العميل بيدفع مباشرة في صفحة الدفع. وبضع على ازا كان عندك الفات رغم الضريبة انت ممكن تدخل رغم الضريبة وهو خيار شنو اختياري. تمام? انا بعمل على بزاني عن عملية الشحن. هل عملية الشحن تكون من عندي انا او من شخصي تاني? تمام? انا حاختار يعني في شركة او مؤسسة بتشحن المنتج الخاص به. هنا انا لازم احدد المنتج هيصل للعميل بعد كم. انا حاحدد له. وضع على في هي الخطوة مفترض انا اضع البيانات اللي هتصهر للعميل او الزبون عندما يشتري المنتج بتاعي. سواء كان في المعلومات بتاعت الدفع او في الفواتير. هنا لازم اضع وصف قصير عن المنتج بتاعي. وضع اسم المنتج. ورغم الهاتف هو وضع على في هاي الصفحة مفترض انا ادخل البيانات الخاصة بالحساب البنكي. تمام انا حرجع لترانسفير وايز. ومن ترانسفير وايز مفترض انا نسخ والاكاونت نمبر واعمل تأكيد للاكاونت نمبر مرة اخرى وبطغط على انا هعمل الخطوات دي وبمشي على الصفحة البعادية من خلال الضغط على تمام? فهي المرحلة مفترض انا اعمل الحماية بالنسبة للحساب. انا هستعمل هاضغط عليها هاضغط عليها وبيفتح ليا النافذة. تمام تبين لي بار كود المفترض اجراوي ببرنامج. عند الخيارين يا تستعمل مايكروسوفت او تستعمل جوجل. هتجد الرابط بتاع الطبيقين في وصف الفيديو عشان تحميله سواء من جوجل بلاي او على الهاتف بتاعك. حاولون بغراءة البار كود. تمام بعد قراءة البار كود بضغط على بدخل الارقام. الظهرية في شاشة الهاتف. بعد ادخلت الارقام بعمل للباكب كود. عشان انا احطفز بها. عشان ازاي انا في اي وقت نسيب او اتحذف مني البرنامج بتاع جوجل او مايكروسوفت او انا اقدر اعمل استعادة للحساب بتاعي وادخل مرة اخرى للحساب بتاعي. تمام? هاضغط بعدها وبضغط على تمام? بضغط على هنا بزعني بالنسبة للتاكس الضرايب. تمام? انا حاليا هاضغط شنو? هاضغط على عشان الضرايب يتم خصمة من قبل استرايب. ودي افضل طريقة انك انت شنو تحمل حساب بتاعك. عشان ما يتم اغلاو ولا يحصل له اي عملية بتاع تحسف. انو الضرايب يتم حسابه من قبل استرايب. بعد خلصت من البيانات. تمام? حيتصري النافذة بقيني ليه شنو? البيانات الكاملة اللي انا قمت بادخالها. براجعة تمام? ما عندي اي مشكلة بضغط على اجري. كده بعد عملت اجري وصميت. لاحظ معي كده اداني الحساب شنو. تمام? الحساب كده تم التأكيد بتاعه بكل بساطة. انا بحتاج شنو انو احيانا بطلب منك انك تعمل تأكيد للحساب. عشان انا اعمل تأكيد للحساب بصورة اكبر واضمن انو الحساب ما يتوقف ولا يحصل له اي مشكلة. هاجي اضغط على بعد فتحت معنا بنزل للاسفل. بضغط على تفاصيل الحساب التجاري. تمام? بعد فتحت معي هانزل للاسفل. الخيار بتاع طوام انا هاضغط عليه عشان انا اعمل رفع لازبات الشخصية. هاضغط عليه. هحتاج انو اعمل اي دي. تأكيد للهوية. بنزل للاسفل. بشوف الهوية المطلوبة شنو مفترض انا ارفعها. احيانا ممكن اطلب منك صورة من الباسبورت فقط. واحيانا ممكن اطلب منك صورة من الباسبورت ومع ازبات السكن. تمام حنشوف اسي حيصري انو هيطلب مني ازبات شنو? لاحز معي انو طلب مني ازبات الهوية فقط. عشان انا اعمل ازبات الهوية عندي خيار اسمه ابلود فايل. بضغط عليه. بضغط على عشان اقوم برف ازبات الهوية. هختار الخيار بتاع باسبورت. جواز السفر. وبضغط على نكست. تمام بعد فتح لي النافذ انو مفترض انا ارفع الصورة بتاعة الجواز. بضغط على بضغط على المكان ان انت حافظ فوق صورة الجواز. بضغط على صورة الجواز. لازم يكون صورة الجواز كصورة. يا يكون او يعني مفترض ما ترفع صورة بتاعت شنو? ملف. البي دي اف ما مقبول في اسرايب. بعد ترفعت معي بيبدأ يعمل لها عملية بتاعة التحليل لانه الصورة واضحة ولا لا? بعد عمل لها العملية بتاعتها التحليل بصري. الزير بتاع بضغط عليه. كده لاحظنا شنو انه عرفنا كيف انه نرفع الازبات بتاع الشخصية. تمام? هلغي الصفحة دي بعمل برجع على الهوم. كده بعد خلصنا الخطوات دي. انا برجع للبريد الالكتروني الخاص بي. رجعت البريد الالكتروني بتاعي. تمام لاحز معي اداني رسالة كده اكد لي شنو? انه بجيبي للحساب حاليا. لكن الحساب حاليا في مرحلة المراجعة. كنصيحة مني انتظر بين يومين لتلاتة ايام حتى افتح الحساب بتاعه. لما انتفتحه ان شاء الله هتجد انه الحساب شغال ما فوق اي مشكلة. لكن ركز انه عملية تسجيل الدخول للحساب بتاعه. هتستعمل التطبيق بتاع جوجل اذنتيكيتر اللي ادخلنا فوقه البار كود. لما نقوم بالانشاء والاكتيفات للحساب بتاعنا. يعني اي عملية تسجيل لازم انا ادخل بالارقام الموجودة على جوجل او مايكروسوفت اوزنتيكيتر على حسب التطبيق اللي انت استعملته. اذا طلب منك يزبط السكن ممكن تدخل على حساب بتاعك على وتضغط على العملة بريتش بريتش باون او الجناح الاستريني. هتجي خيار زر اسمه بضغط عليه. بضغط على انه انا عايز اطلع التقرير. بعد فتحت معي الاستيتمنت. تمام? هنا لاحظ معي العملة لازم تكون جناح السريني. تمام? هنا الاسطار ديت. والاندي ديت. لازم يكون فترة شهر على الاقل. ولو انت رجعت شهر للورا افضل. تمام? يعني مثلا انا حاليا انا هعملها من يوم تلاتة وعشرين. تمام? ديسمبر لغاية اتنين وعشرين فبوري. تمام? هنا بخلي انه عصيغة بتاعتها اللغة انجليش بضغط على زر. حيطلب منك ادخال كلمة المرور. تمام? لاحظ معي. بعد انا ادخلت كلمة المرور. تمام? كده نزل عندي الازبات الخاص بي. بعد نزل عندي لو استرائب طلب منك ازبات السكن. انت ممكن تأقوم برفع هي الملف. يعتبر كازبات سكن. لاحظ في اهم نقطة لازم تركز فوقها. انه البيانات بتاعت السكن السجلناه في الحساب بتاعة لازم هي تكون نفس البيانات بتاعت السكن السجلناه في لانه التغرير اللي بيطلع ليه من بيحتوي على البيانات بتاعت السكن. يعني لو ضغطنا على التغرير فتحناه مسلا. تمام لاحز معي البيانات بتاعت المفترض انا ادخله اشنو? في الحساب الخاص بي. يعني البيانات اللي انا حاجدها في دي بيانات السكن المفترض ادخله في حسابي على استرايب. كده ببساطة انه انا نزلت تغرير بتاع ازبات سكن. بهذه الطريقة انا ممكن استعمل تغرير ازبات السكن في اي واحد من المواقع العالمية. طبعا بلاحظ بتاعي الحساب السيحالية ما فوق اي مشكلة. طبعا حاليا الحساب المفاتح بتاعت التفعيل يعني ممكن تشتغل مباشرة. اهم نقطة لازم تركز فوقه انه لازم عنوان السكن الموجود في لازم يكون هو نفسه عنوان السكن الموجود في استرايب. بهاي الطريقة عرفنا كيف انه ننشئ حساب بتاع استرايب شخصي. يعني ما حساب بتاع بيزنس. انا الطريقة دي شغال بقى فترة طويلة. وعندي حساب له حاليا ثلاث سنوات. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار. انت ممكن تكتبوا ليه في التعليقات. انا بجيب على الازئلة. او ممكن تدخل على الجروب القمنا بانشاه على التليجرام. الحتجد الرابط بتاعه في وصفه الفيديو او في اول تعليق. انت ممكن تكتب السؤال وانا بجاوب على الازيلة. اه كله اربع ساعات انا براجع الازيلة وبجاوب عليه. بتمنى انه الفيديو يكون بسيط وسهل بالنسبة لك. لو حابين انه انحنا نعمل سلسلة بتاعت فيديوهات نتكلم عن كيف انه نستفيد من الخدمات المختلفة حق التسترايب. ما تنسى انك تعمل ليه. اه متابعة ليه القناة. وعجاب بالفيديو عشان ننصل الفيديو لاكبر عدد من الاشخاص. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.